أول حاجة أنا أسألها أنا حطيت كده زي الأول عنوان قلت السياحة 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 أسرع رافض اقتصادي للعملة الصعبة السياحة ده واقع ده واقع حضرتك قلت اللي نفسي أسمعه واللي الناس كلها لازم تعرفه هوت ماني فلوس بتيجي في ساعتها ما بيجيش بعد كده كل حاجة بتصرف جوه البلد فإحنا وعملة وعملة دي يعني طريق سريع جداً للمشاركة في حل الأزمة الاقتصادية العالمية طبعاً إذن قبل ما أنا هروح على المقترحات اللي شفتوها في اللجنة لإنعاش الخريطة السياحية أو إنعاش هذا الرافض صياغة جديدة لي وما إلى ذلك هسأل أول على تجربة الحوار الوطني والتجربة بتاعتك كمقرر لهذه اللجنة كنت كنت لسه بقول لك قبل البرنامج اللي أنا شفته مبارح يعني ما كنتش أتوقع أشوفه كنت متصورة أن في حوار بس يا ترى إيه مسحته؟ هيتميز بإيه؟ مبارح بالليل يعني قعدت كده وفكرت وستعرضت اليوم الحوار بيتميز بالصدق المساواة المساواة في الكلمة إنه كل واحد بيقول كلمته والعدل في الدقايق الكلام ما فيش حد بيجور على الحق الآخر في الحوار الأربع دقايق يعني الأربع دقايق ولو في حد ما كملش بيتساب يكمل الجملة الرأي في مساحة مرعبة للرأي يا فندم يعني وكل واحد قاعد حوالين التربيزة التربيزة النقاش تميز بإنه نحى انتماءه نحى انتماءه فعلاً مش مهم هو جاي يتكلم هو جاي من هزب إيه؟ هو جاي يتكلم في مصلحة الوطن وإن الوطن ده هو الهدف وتحسين الحال للناس لأنه إحنا لازم نعرف إن القطاع ده أنا عايز أقول عليها صناعة سيحة خليني أقول عليها صناعة سيحة لأن أنا قطاع ده يعني قطاعه صح إنما دي هذا القطاع دي صناعة السياحة دي صناعة طبعاً ومش لازم تتعامل إن هي سلعة خدمية لا هي من سلعة خدمية هي من سلعة خدمية هي صناعة صناعة وتدرس ولها أصول ولها رولز وأهدافها معروفة أقول إيه على الحوار تاني أقول إن أنا المتحدثين الرسميين أنا معرفتش هما مين إلا قبل الحوار بدقائق القائمة تحطت قدامي وأنا معرفش حد خالص فيهم كلهم أحزاب منتمين لأحزاب سياسية بعض منهم بيعمل في القطاع ده في حجات مختلفة في الصناعة دي كان فيه خبير سياحي بمعنى أنه كاتب صحفي متخصص كان فيه رئيس التحاد الهورف الساحية كان فيه مستثمر وكان فيه واحد كمان كونسلتنت بيحكى المشاكل اللي موجودة اللي بياخدوا الأسامي العالمية ويحطوها على الفنادق أو البيوت دي أو الفنادق العالمية دي مشاكلها إيه على أرض الواقع فكان مهم قوي كان فيه تنوع الجلسة الأولية كانت سخنة حلوة سخنة وموفقة ولا سخنة الحمد لله كانت موفقة ويسأل بقى أكيد أنا سألت لا أسأل أسأل وراكي برضو ما يصحش لا والله لا كانت الحمد لله كويسة وكانت مشى في السياق اللي فيه احترام وفيه ثقة والناس كلها سمعت بعض طيب